انطلق الموسم الدراسي وبدأت معه معاناة تلاميذ قورة ومداشر المدية المحرومين من النقل المدرسي الشرق نيوز رافقت نفيس وقارناتها من منطقة ذراع البرواق ببلدية عينبوسيف الوقوف على جانب من المعاناة التي يتكبدها المتمدرسون احنا هنا منطقتنا هذه باردة في الشتاء نعالوا منهم ياسر مرات نلعقوا على الترانسبور يقدروا يروحوا يمشوا على ثلاثة كيلو وربعة كيلو والعشية يخرجوننا على الخمسة ونص خمسة ونص ليل كان وين يستنهم ترانسبور يجيبهم كان وين ما يجيبهمش مرات نلقا معدل عساس التليفون اللي تعليقوا تعمار العماري الحمال ديه مرات حتى يدخلهم عدوا في الثلج وندوهم في الليل ونجيبهم في الليل نوضهم رقود ونجيبهم رقود والمعاناة التي عهم البرد عليهم في الشتاء فيه ندوهم يمشوا من نايتنا ثلاثة كيلو ويولوا بثلاثة كيلو بزاف عليهم قاعدنا معاناة بزاف كبيرة مع ترانسبور مرات كاينين بزاف مرات نقعدوا في عينبوسيف منجوش قداش الخطر يجو لنا في الليل المعاناة تعددت أوجهها نظرا لما يعانيه تلاميذ المنطقة بقطع أكثر من خمس كيلو مترات مشيا على الأقدام نهيك عن الأخطار التي تشكلها المركبات على حياتهم طيح علينا شتاء ثاني بزاف نعانو نجو نمشو عدنا مشمخين طريق اللي هي هاتين نمشو خمسة كيلو وستة كيلو نطلب من السلطات أن توفرنا النقل ورغم ذلك تبقى نفيسة وزملاؤها يرفعون التحدي رغبة صعوبة الظروف وقساوتها ويحسدون النتائج التي عجز عنها منهم أحسن إمكانية مادية وفي ظروف أكثر أريحية